فمبادئ المسيح هي بكل بساطة وواضحة جدا 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 في العهد الجديد هو تكلم في عزته على الجبل وهذه التعليم هو قمة تعليم يسوع المسيح لا يوجد له مثيل ما فيش أي مثيل في الدنيا إن بتقول لي عندك دياني طب أقول لك شو التعليم اللي في الدياني هل أتيت بشيء جديد هل في شيء متميز بديانتك هل في شيء يسمو على تعليم المسيح المجال مفتوح فيك تتصل و تقول لي فعلا هذا التعليم مش موجود في المسيحية حتى نتكلم ونتحاور أيضا شيء آخر وهذا اللي بتدل على عظمة يسوع المسيح قال في العزة على الجبل ما يسمى القانون الذهبة اسمع ما يقول فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم ومين بحب أن يكون يتأذى ومين بحب ينضرب ومين بحب يتسب ومين بحب يتشتم ومين بحب يغتصب ومين بحب يتسرق ومين بحب يتبهدل ومين بحب الفوضى العارمة اللي بتحل بسبب الدين ما حدا بحب فطالما أنت بتحبش معناته ما تطلب الشيء اللي هو يعني المسيح افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم وهذا هو القانون الذهبي ممكن أطلب منك اليوم أنك تقرأ القانون الذهبي أو العزة على الجبل اللي هو دستور الملكوت الجديد تعاليم يسوع انجيل متى إصحاح خمسة وإصحاح ستة وإصحاح سبعة وأنا أؤكد لك إذا قرأت هذه الإصحاحات بدون أي تحيز على المحل رح ترك على رجليك ورح تتوب تقول أنا بدي أتبع هذا الشخص هذا الشخص يعني فعلا فوق عادي أنه يتكلم بهذا السلطان وبهذا التعليم اشتركوا في القناة